وضيفنا اليوم فقرة يعني نصل اللحظة إلى فقرة ضيف الأحد ضيفنا اليوم واحد من أهم الموسيقين المغربة فنان متعدد المواهب وإن كان لا يفضل هذا اللقب مدافع شرس عن الأغنية المغربية وسافير يعشق التعريف بكنوز بلده أين محل شعره النجاح لا يأتي من فراغ هو اجتهاد وعمل متواصل نعم الحلو اسم صنع نفسه بنفسه سلاحه والجهاد والخلق الطيب نتقرب منه أكثر في هذا الرابورتاج لسامير بحميتي هو لحن باسم القيم الإنسانية النبيلة رسالة جديدة من الفنان نعم الحلو كلمة ولحن وأداء أن دخل هذا الفضاء لكل ركن حيز بتصور جمالي ينطق بالفن والثقافة والبحث فهو تيت توفر على واحد المجموعة دي المواصفات اللي هي أساسية أساسية للفن وأساسية كذلك المتلقي الفن لأنه أولا أنت يختار الكلمات اختيار الكلمات مشي حاجة اللي هي سهلة ومشي حاجة كذلك اللي هي صعبة لأنه الفن لا يتكامل إلا بتكامل المكوينة ديالو خصوصا في المجال الموسيقي ما بين الكلمة واللحن والصوت اللي تيحمل الكلمة واللحن معا دعماً الأحلو تجول بين مختلف بلدان العالم استقر بالولايات المتحدة الأمريكية وانتقل إلى مصر هناك اعتمد كمطرب وملاحن في الإذاعة والتلفزيون ليعود أطراجه إلى المغرب مبدعاً أغنية جبال الأطلس ومن ثم تولت الأعمال الفنية كالمدينة القديمة شفشاوني ينوارا والقائمة طويلة ما يحسب للفنان النعمال الحلو أنه من بعد الجيل الجيل الدهبي جيل المبدعين ديال ستينات والسبعينة وحتى منتصف الثمانينات فأوقع واحد شبه فراغ بالنسبة للأغنية المغربية ومن الفنانين لمنهم الفنان النعمال الحلو فرجع واحد لهيبة بالأعمال دياله بالإبداعات دياله خصوصاً وأنه بحكم هوية الاهتمام دياله بالثقافات العالمية بحكم أنه كان عايشه لمدة سنوات بولاية فلوريدا بأمريكا فجاب واحد أغتم جيدا جاب واحد فكر جديد جاب واحد النوع جديد من الموسيقى المغربية ووضفها في الأعمال اللي صبحت ناجحة واللي كانت تغنى في جميع المناسبات والمهرجانات والحفلات وحتى في الأعراص ديالنا ومن ثم يمكن قلوبي أنه نعمل حلو كيستحق لقب الموسيقى بين الملكة والاجتهاد والبحث والإسرار فقنا رحبة تخاطب المجدان قبل الآذان تهذب الذوق وترتقي بالفن تلك بعض من ملامح هوية مغربي أصيل الفنان نعمان الحلو ونصدف هنا الفنان نعمان الحلو أهلا وشكرا لتلبيةك الدعوة شكرا للاستدارة نعود بالزمن إلى الوراء عشت تجربة الغربة لفترة لم تكن بالهين تقريبا عشر سنوات عشت في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في جمهورية مصر العربية إلى أي حد أثرت فيك هذه التجربة؟ الغربات تجعلك تصرى الزاوية عريضة زاوية بلدك قيمته حضارته تجعلك تدرك أنه في المغرب مثلا نحن عندنا حضارة مختلفة عن المشرق وعن المغرب ولما تكون عندك شيء متميز لا يشبه أي ثقافة تانية فيجب أن تركيزك كله يكون عليه وكيفاش توصله للعالم يعني أنا منهار الأول حسيت بنفسي بأنه بدون تسمية رسمية أنا سفير لبلدي وقد أتيحت لي الفرصة لما كنت ممثل المغرب في دار الأوبرا لما عملت استجواب داخل البيت الأبيض الأمريكي لما كنت هذه أسبوع في حفلة جميلة بين أحييهم الجالية المغربية بأورلاندو كانت حفلة أندلوسيا رائعة لما توصلت اليوم برسالة من واشنطن تقول أنه المايرل وعمدة المدينة قررت أن يوم 29 مارس من كل سنة سوف يكون يوم المغرب فالفن يمكن أن يلعب دورا كبيرا في التأثير التقافي وينقل صورة إيجابية عن البلد وهو أيضا وثيقة لما أغني مثلا شفشاون ولتفلال يعني بعد مئة سنة الأطفال سيعرقوا بأنه دائما كنا نتغنى بمدننا وبالانتروبولوجيا وبتقاليدنا وبحضارتنا المغربية طبعا كما قلت المعروف أن أعمالك تنبش في التاريخ وحضارات مناطق مغربية تغنيت بشفشاون بجبل أطلس حلينا نقول إنسانية المدينة العتيقة هل يمكن أن نقول أن مبعد ذلك يعني ملء الفراغ هناك فراغ في هذا المجال أم لك تريد أن تحافظ على مكانك الخاص لا ينفسك فيه أي أحد خصوصا أن الأغنية الرومانسية مثلا أصبحت موضوعا مستهلكا كي تفضلت هو الأغنية استهلكت وابتوذلت وصلنا لحالة الابتدال وهنا أنا أدق نقص الخطر لأن الأغنية عندها أمباكت وعند تأثير كبير على الصغير والكبير لأنها تدخل عبر التلفزيون إلى بيوتاتنا بدون استئدان الموضوع بالنسبة لي ليس شخصي بالمرة أن أحتفظ على مكاناتي وهذه أشياء كلها سوف تأتي تلقائيا ولكن الموضوع بالنسبة لي هو أنه هناك فنان واحد تكلمت فنان أن عندي بين قوسين أنت لا تحبّد لقب فنان تقول موسيقيا أو موسيقيا لأنها مهنة وأنا مهنتي موسيقي وأيضا أحاضر في جامعات عالمية عن الموسيقى وعن الموسيقى المغربية هناك ناس الفن أو الموسيقى بالنسبة لهم هدف أنا لا أنا وسيلة هي لغة أتقنها ضمن اللغات أوصل بها أفكاري عن حضارتي وعن انتمائي وعن الإنسانية وعن الحب وعن المحبة وعن الأطفال المرضى في أغنية الرحمة وعن إشكالية الماء في أغنية الماء أطفال الشوارع أيضا في أغنية الرحمة أطفال الشوارع أطفال الحمر عن الأنتروبولوجيا في مجموعة من الأغاني وبعد أسبوع يخرج فيديو كليب وأغنية جديدة بتعاون مع المجلس الإقليمي ديالزاقورا على زاقورا سنتحدث طبعا عن جديد الأعمال يعني بغي نقول لك الموضوع ليس شخصي الموضوع لما يكون شخصي وخسيار يعني لما يكون شخصي وتقول أنا متضخمة تكون هذا موجود إنساني سنة الأولى سنة الثانية شهرة بعد ذلك يصبح الموضوع أكتر جدية تقول الموضوع ما عندهش علاقة بي عنده علاقة ولا حتى بالمشاهدين عنده علاقة وثيقة تؤرخوا لحقبة معينة اقتصاديا واجتماعيا وفنين وحتى ستين إذن نعمل الحلو يعني كما قلت أنت رجل مبادئ كانت لك مواقف إنسانية وفي أغانيك تناولت كما أشرت قضايا مجتمعية تحدث عن أطفال الشوارع عن مواضع كثيرة فهل هذا يعني هو الدور الأساسي الذي يجب أن يلعبه الفنان والفنان ينقسمه إلى قسمين هناك قسم ترفيهي الفن الترفيهي وهو فن قائم بالذاتي وأنا اشتغلت فيه لما كنت موتين المغرب في وولد ديزني وورد وهناك فن يقوم على تيكست على النص أنا اخترت هذا اللون لأن النص وراء فكرة وراءه فلسفة وأنا من الناس اللي أعتقد أنه الفن لما يكون عنده رسالة لما ندخل رسالة نبيلة رسالة نبيلة بالطبع لما ندخل رود الأطفال والأطفال يغنون بلادي يزيل البلدان أنا رسالتي ووصلت ولكن مازال مشوار بقت ويل مازال عندي أحلام كبيرة ولكن أنا أقول لك ليست شخصية البتة يقال يعني على أن قلة من الفنانين للأسف يسيرون قلة نقول للأسف يسيرون يعني على نهجك لكن هناك فئة عريضة رجحت كفة الربح المادي على الكلمة الهدفة واللحن الجميل فأم سينانو شاهد أعمال أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها دون المستوى وهذا ما سنناقشه في تيمة الأحد كما سنتابع مع سمير بوحمتي الهوية المغربية وقواعد الكلمة واللحن والآداء مجتمعة ما يزال لها حضور في أغانينا رغم بعض الاستثناءات التي انحرفت عن هذا المصار لأسبابنا أو أخرى تبنيت يا حبيبي وتكون حدي لما كان يمكن أن تكلم عن الأغنية المغربية الأغنية المغربية عندها توابط عندها يعني ضوابط عندها يعني واحد المساهمة قوية في تربية النشأ في تربيع الموطنة في يعني تكاد تكون مدرسة ديال الحياة إن الأغنية تخاطب يعني المتلقي مباشرة أغنية هي دائما مع التقافة ما كيتفرقوش جوج يعني جنبا إلى جنب ومن اللي كتنحرف الأغنية وكتمشي كتولي سوقية كيولي فيها الكلام ساقط معناه أنه ما شيء أغنية هذه أنا بالنسبة لي أنا لأنه إحنا نهر اللول عشنا في اللي جن اللي كانت كدوز الكلمات الموسيقيون والنقاد لا يدخرون جهدا في وضعي واقع الأغنية المغربية تحت المجهر لتوجيهها نحو مصار أفضل مواصفات ديالها وعند ركاز ديالها من ناحية الكلمة أو الشعر من ناحية الإقاعات والألحان أما نرجع للأغنية المغربية أغنية المغربية عند هالأسس ديالها السور رواد السور أغنية المغربية الجيل الجديد هناك كان واحد فرق شاسع بين الهوئية المغربية ومن يقدم الآن نسبة لي أنا الأعمال اللي كان عملها أغنية شبابية ولكن نحاول نعطي فيها اللمسة الطرابية وسوى في الكلمة تكون موزونة وتكون في المستوى والتفل ألحان معادلة الذوق والجودة والحداثة تفرض نفسها اليوم رغم بعض الموجات التي تسبح ضد الطيار بين الفيناء والأخرى ما ننسوش أنه كتكون بعض الأغاني وبعض الإشراقات من عند الشباب اللي زوينا اللي يعني جميلة جدا واللي فيها عمال وفيها خدمة وفيها إبداع ولكن هاد الموجة حاليا كان نظننا أنها غادت نضاتر مع الوقت وهها غادت تكون سحابة عابرة إن شاء الله نخصنا نوقف واحد الوقفة ووقف التأمل ونراجع نفسنا ونقوله فين غادين بالأغنية بشرت دول الأغنية المغربية العسيبار ديالها هل الأغنية المغربية اليوم في مفترق الطرق وهل المجال أضحى قبلة لمن هب ودب بعيدا عن الطوابط المتعرف عليها وأي أغنية هو لأي مستمع ومن المسؤول عن تطهور صورة الأغنية المغربية أسئلة تطرح نفسها اليوم أكثر من أي وقت مضى وهذه الأسئلة نطرحها عليك كما تبعتني في الرابورتاج كيف ترى مستوى الأغنية المغربية اليوم وكيف تستشرف مستقبلها أنا أعتقد أن هناك خلط بين الفن والنجومية وأنا أعتقد أن النجومية اللي مشاومورها 91% لدي الشباب اليوم هي وهم لأنه عند واحد الفترة زمنية قصيرة وتنضطر فماذا تترك وراءك حتى أعطيهم حقهم هناك جيل جديد يهتم بالموسيقى وطور أشياء جميلة جدا منها هندسة الصوت توزيعات الموسيقية مواكبة توقيت الزمني العالمي للموسيقى وما يسمى بالتحيين أو الأبديت ولكن الموضوع اللي تغلطوا فيه كاملين والتي يمسهويتنا هو موضوع النص بالنسبة لي بالطبع حتى الموسيقى لأننا بلد أمّا عدنا حضارتنا عدنا مقامتنا مختلفة ما أمان على المشرق أنا كنت أغني في الأوبرا وكنت أغني لمحمد عبداللهب من ضيبهاك وكنت يحسبها بيدي وما تعرفش لأنه مبني على الآلة الموسيقى الأندلوسية على الحسابات ولكن النص خاصة ما يخرج من فيك أو من فمك يؤثر على من يشاهدك هناك كثير من الناس يعتقدون أن المغرب هو الدار البيضاء ومراكيش وفاس وطانجة لا المغرب هو العمق هم العائلات ما زال الناس يخرجوا تخرجوا السلكة كل لا نحن الشعب المحافظ في التقاليد والعادات لكي تدخل بيوتات الناس يجب أن تحترم هذا الناس لا في لبسك يمكن أن تكون موضيب ولكن لف لبسك ولف ما تقول ودائما تذكر أنه لما تدخل في التلفزيون عند أي أسرة تشاهدك الصغير والكبير والأب والجدة فيجب أن تكون في مستوى الحدد إن لم تكن في مستوى الحدد وكان عندك موهبة سير المعاهد الموسيقية موجودة تقف نفسك لا نحن ما يقع اليوم أن شخص ولد أو بنت تحس بأنه عنده واحدة الموهبة أنا أحبيته الموهبة لأنه معبد الله ولكن عواضة أن يذهب إلى معاهد موسيقية وهذا ما يخلط الأوراق نرجع لك للموضوع مثلا نعطيك مثال غير الموضوع الموسيقى والأغاني أنا أقدم وثائقيات آخر وثائقي قدمتهم ثلاثة الحلقات مع الشركة أمريكية يبدت الآن في 700 قنات في العالم اسميتهم ميوزيك فياجر وموجود على اليوتيوب لاحظي كيف أنني سوف أؤثر سياسيا في ميدان فني ضمن جوالاتنا على عشر مدن مغربية مشينا للداخلة وفي الداخلة أمام الكاميرا قتلهم هذه أرضنا وكان نشوفوها نترجم لكم مباشر سنتبع هذا المقطع سنتبع ميوزيك فياجر ونحن في بلدنا تصور هذا هذه رسالة أنا المفروض أنني أقدم برنامج فني ولكن الرسالة مرت وتبت في 700 قنات هذه الدبلوماسية البوازية هذا الفيديو التي تنشوفها على بنيتها صغيرة وهي صديقتي ولازلت أراها وأتابع درسها كانت مريضة بسرطان خولة وسميتها في الفيديو كليب رحمة والفكرة هذه الكليب أنه أربع أطفال من كل خمسة تبروا إلى ساعدناهم هذه الرسالة إذن تغني من أجل أن تلبس كرافاتة ملونة وتظهر على التلفزيون ليس هذا الطريق إذن دائما تتحدث يعني أن يجب أن يكون الفنان يحمل رسالة إنسانية أعود بك يعني إلى الساحة الفنية حاليا هناك أشياء جميل صدق من الفنانين تحدث قلت بأن يعني أعطيت لكل ذي حق حق قلت بأن هناك مجموعة من الشباب يعني يطربون فمن من الجيل الجديد يطرب نعمال لو نريد أسماء يعني كثير أنا أعطيك مثال كلمة طرب أنا لا أحب دوها يشبعني أكثر من يطربوني طرب هو حالة لاعقلية مؤخرا هناك أحد شاب حاول كذا مرة وأعتقد لم يتوفق قتيرا ولكن بإصرار توفق اسمته زكريا غافولي دار أغنية جميلة تقليدية فيها موسيقى تقليدية مستنبطة من الأمازيغ من الأطلس المتوسط كلام يكبر بالمرأة غناء سليم وتوزيعات حديثة وكان كثير منهم كان سناء عبد الحميد كان يعني هذا تقول لك غير هذول لجداد كان واحد المجموعة ولكن إلى جانبهم كان واحد المجموعة أيضا تسيئ لنا وتسيئ للمغرب وتسيئ لحضارتنا رغم أنه عندهم مؤمكانية فنية أنا تنشوف اليوم كان واحد طفرة كبيرة منذ ثلاث سنوات في رجوع نبل الموسيقى الأندلوسية عبر جمعيات الكورال وعبر جمعيات لأن الناس تبحث ويغلط من يفتكر أنه المغرب هو المشريق نحن بغينا نقلل دول المشريق في الباسو في التتواج ديالهم في الغناء في الموسيقى تنسمع أغنية مغربية وهي خليجية نحن شعب لنا حضارة لنا مطبخ لنا عمران لنا تاريخ لنا موسيقى والمستقبل كله هو عنده رهين بما تملكه من ثقافة وحضارة ولا يملكه الغير سؤال أخير مدعى جديد أعمالك جديد أعمالي في إطار الأنتروبولوجيا دائماً ثلاثة أغاني واحدة منهم تصورت مع المخرجة الكبيرة فاطمة بوكتي وشرف عليها المجلس الإقليمي تزاقورة وصورنا فيديو كليب رائح على مدينة زاقورة هناك تنجو صورة لازلت أبحث عن الممويل وسوف أجده لكي يصور الفيديو كليب عندي هاد ميزيك فياجر مضينا مؤخراً نعقد مع السعودية نصور ميزيك فياجر السعودية عندي جوالات في العالم كله أنا دخلت من أمريكا في جولة في أمريكا أنا أهتم أعطي محاضرات في جامعات عالمية عندي آخر ألبون ديالي اسميته الأندلوس الآن خديت هاد الحمولة وقدمته في واحد طابق عصري بحيث يمكن يوصل الناس والعالم كاملين بجموعنا ناشيد جداً ناشيد جداً لا يمكن أن يكون معنا نوع من الحلو ولا نستمع لي مقطع ولو قصير جداً من إحدى أغانيك يلا نغنيو نغنيوش حاجة التي تعرفوها الناس كاملين نغنيو ناسها نخوى وضرافة ناسها نخوى وضرافة وكرمهم شايع معروف شحال يا بلادي واللافة والليسال يجي ويشوف شكراً جزيلاً لك نعمال الحلو شكراً لتلبيتك لهذه الدعوة شكراً نعمال الحلو